الفنان اللي ما قالش إنه ندمان على بعض الأدوار اللي قدمها كاذب عبارة شهيرة قالها الفنان الراحل عزة أبو عوف وده في تصريحات ليه في برنامج مش ده المهم المهم إن كتير من الفنانين قالوا عن أدوار ليهم إنها ما كانتش تنفع تتعمل بس يا طرق السر ندم الزعيم عاد الإمام أعلى دوره فيلم سيد درويش وكمان إيه قصة انفصالها يفواهبي عن أحمد أبو هشيما رجل الأعمال المصري بسبب الفن كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده فنانين كتير ندموا على أدوار قدموها في السينما أو الدراما أو حتى على المصرع بس في فنانين تانين ما ندموش على أدوار قدموها وكانت خارجة أو غير لائقة بس الأهم إن كل الفنانين اللي ندموا على بعض أدوارهم كان عندهم أسباب للندم بإن الدور كان قرار غير صائب أو ما كانش يصح إنه يقدم الدور ده لإنه لا يعبر عن شخصيته وكمان ما ينفعش إن الجمهور يشوفوا في الدور ده ما حدش يقدر يختلف على الزعيم عد الإمام وليقدم لينا أعمال فنية لحد النهارده مرتبطة بذكرياتنا لكن الزعيم أعلن في مرة من المرات إنه ندمان على دوره في فيلم سيد درويش واللي جسد فيه دور صابي علمه مع الجميلة هندروستوم واتمنى عد الإمام إن الزمن يرجع بيه الوراء علشان يرفض إنه هو يشتغل الفيلم ده ويمحي من تاريخه السينمائي أما الفنان عزت أبعوف فندم جدا على فيلمه يظنه وقال إنه ما كانش مقدر حجم الدور ولما اتفرج على الفيلم بعد ما اتعرض حس إنه أهان تاريخه بالفيلم ده مش بس كده ده كمان قال إنه قبل الفيلم من المجاملة للفنانة مية عزت الدين وكمان كان في الفترة دي بيعاني من أزمة مالية علشان كده واثق وهو مضطر على كده كمان الفنانة منزكي اعترفت بغلطة عمرها إنها شتغلت في فيلم أحلام عمرنا والسبب إن هي وكل فريق العمل كانوا بيحاولوا يثبتوا أنهم أبطال ومش بس منزكي دي كمان الفنانة حورية فرغلي قالت إنها لما سمعت النقدة على فيلم كلمني شكرا نيدمند جدا وخصوصا إنها فاشكلت خطوبتها على حبيب عمرها بسبب مشهد واحد في الفيلم ده حورية فرغلي كمان قالت إنها ما كانتش تقصد المشهد ده وإنهم أقنعوها إنه شئ عادي في السينما لكنها بعد كده اكتشفت إن دي مش حاجة مألوفة للناس أما الفنانة هايفا وهدي بعد طلقها من أبو هشيمة قالت إن غلطت عمرها إنها عملت كليبات بملابس مكشوفة وقالت إنها ما حطتش في اعتبارها إنها متجاوزة من راجل غير جدا وكمان قالت إن لو الزمن رجع بيها شوية كانت أغلب كليباتها وأفلامها مش هتعملها بسبب المشاهد اللي ما كانتش تقصدها ومش هيفا وهبي بس اللي ندمانها على كليبات ده كمان الفنانة عصام كاريكا قال إنه أكبر ندم في عمره تلحينه الأغنية حب إيه لكوكب الشرق وده على الطريقة الشعبية في فيلم الليمبي وكمل كاريكا وقال إن محمد سعد أدها بشكل رائع جدا وإنه الأغنية تنشرت بصورة كبيرة لكنه لما رجعت فرج عليها حسوا إنه بيلعب في التراث الفنية وقال إنه عمره ما يكرر تجربة زي دي تاني كمان الفنانة رحاب الجمل قالت إن أكبر أزمة مرت بيها في حياتها هي فيلم ببنت من دار السلام واللي تلعت فيه بدور فتاة ليه وبتبيع نفسها علشان الفلوس رحاب كمان قالت إن ده أكتر فيلم هي تبرأت منه ولو ينفع تشتريب كل فلوسها وتمنع عرضه هتعمل كده دي كمان قالت إن نفسها الرقابة ترجع تعدل الفيلم وتحزف منه كل المشاهد الخارجة لكن الفنان أحمد حلمي كان مختلف شوية لأنه ندم قبل الدور مش بعد الدور حلم تعرض عليه البطولة في فيلم تراب الماس للكاتب أحمد مراد لكنه رفضوا علشان شوية مشاكل مع شركة الإنتاج لكنه بعد كده ندم جدا ورفض الدور ده